استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر الإقضيبية وخلال اللقاء شهد سموهما بالتوجيهات الملكية السامية للعهل المفدى في تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم مؤكدين سموهما أن هذه التوجيهات ستجد طريقها للتنفيذ وفق خطط وبرامج تنعكس إيجابا على الخدمات التي تقدمها الحكومة وقد استعرض سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتحدياتها وخطط الحكومة للتعامل معها بالإضافة إلى عدد من الموضوعات التي تتصل بشأن الاقتصادي وأجرى البحث كذلك في عدد من المشاريع والوقوف على مراحل تنفيذها وأكد سموهما في هذا الصدد اهتمام الحكومة بحصول المواطن على الخدمات الصحية والعلاجية والإسكانية والتعليمية دون تأخير أو إبطاء وضمان التزام الجهات المعنية بالجدول المحدد للمشاريع بعدها استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عددا من الموضوعات التي تتصل بشأن الاقتصادي حيث أكد سموهما في هذا الصدد أهمية مضاعفة الجهد لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني اشتركوا في القناة